متر الأنفاء الحديث الأكثر انتشاراً بين عدد كبير بين المواطنين النهاردة هو قرار وزارة الناء برفع أسعار تذاكر متر الأنفاء النهاردة وأنا جاي أكلمكم على متر الأنفاء عايز أتكلم على وجهة نظر الحكومة هي لم قرارة ترفع أسعار تذاكر متر الأنفاء وده لازم أقوله ليك كم واطن بس في لفس الوقت الأمنة تقتضي إن أنا أقول للحكومة أيضاً وجهة نظر المواطن وبعد ما أشرح لك وجهتين نظر خلينا بقى نطلع فوق شوية وأقول لك هو ليه القرار صدر دلوقتي نبدأ الأول بوجهة نظر الحكومة قلت لكم في حلقة سابقة منذ حوالي 3 شهور أو 4 شهور أنك أمام حكومة مقررة أنها لا يمكن أن يستمر الدعم أو أنها تدفع فلوس هي مش موجودة في الخزانة العامة بتاعتها وأنها قررت أن تبيع كل الخدمات بسعر على الأقل على الأقل بسعر التكلفة أنها تعمل في السلار وأن أنت عليك كمواطن تعيد حيكلت كل أمورك وفق التوجه الجديد للدولة المصرية حصل ده في الكهرباء والحكومة كانت واضحة وصريحة وقالت أنا هرفع الدعم الكامل على الكهرباء خلال خمس سنوات لكن الرئيس الجمهورية تدخل وقال خلوها سبع سنوات إذن أنت رايح إلى أن أنت هتشتري الكهرباء بسعر التكلفة لسه ما تكلمتش على أرباح للدولة ربما في وقت قادم بعد كده وأنها مقررة ده فيما تعلق بالبنزين والسولار والمنتجات البترولية بتقولك أنا ما معيش وأن أنا لا يمكن أجيب بنزين سعره العالمي مثلا سبع جنيه هدولك بخمسة جنيه بتكلم على بنزين 92 وبالتالي مترو الأنفاء ده جزء من الخدمات اللي الدولة بتقدمها للمواطن والحكومة بناء على أرقامها ودرساتها شايفة أنها بتخزن وأنها لا يمكن تتحمل هذه الخسارة وأنها علشان تعمل خطوط جديدة للمترو الأنفاء وكلام ده لازم المواطن يدفع التكلفة الفعلي ده وجهة نظر الحكومة وجهة نظر المواطن إيه طيب أنا يا حكومة تحملت تحرير سعر الصرف وتحملت أن الدولار بقى بـ 18 جنيه من 9 إلى 18 وتحملت ارتفاع الأسعار والتدخم ما نشلتك في المقابل أنا مرتبة مزادش يبقى حرام أن أنت تزودي علي ضغوط تاني ده وجهة نظر المواطن وجهة نظر المواطن كمان طيب أنا حطت إيدي على قلبي من شهر 7 الجاي اللي فيه كلام فيه كلام لم يصدر فيه تأكدات رسمية على رفع أسعار البنزين والكهرباء أنا وإنت كمواطن بنسميها رفع أسعار الحكومة بتسميها تقليل الدعم وجهة نظر المواطن هو الدربكة اللي أنت عاملها يا حكومة على متر الأنفاء علشان توفري كام مليار جنيه مثلا في السنة طيب ما تشوف المتهربين من الدراهم عديلي متر الأنفاء ما يبقاش كله ضرب ضرب ما يبقاش كله بالشكل ده وليه جاي علي أنا يا حكومة ده وجهة نظر المواطن وجهة نظر المواطن أيضا أنا شايف إن الحكومة بتيجي عليك غلبان ولا تنتصر لي فهنا دلوقتي كم موظف كم مواطن غلبان تحملت كل الإصلاح الاقتصادي اللي جرى لا يمكن الأمور تستمر بهذا الشكل أدي وجهة النظر وأدي وجهة النظر تنتصر إلى مين شوف أنت قاعد في أني خانة هل أنت قاعد على كرسي المسؤول ولا أنت قاعد على كرسي المواطن الحكومة بتقول إذا لم يتم رفع أسعار متر الأنفاء المترو كده هتوقف هيصب الشلل يبقى على الأقل ادفع تكلفته على الأقل أقدم لك الخدمة المواطن بيقول لك لا طمنت لسه رفع سعر تسكرة متر الأنفاء من جنيه لاتنين جنيه وقلت الخسائر ميتين مليون جنيه في السنة وانت بيركب المترو تلاتة ونصف مليون في الشهر على الأقل عوضت الخسائر ليه ترفعي تاني شايف هنا بقى فيه فجوة بينما تقوله الحكومة وما يقوله المواطن مفيش قناة توصيل هطلع لك بقى من رأي الحكومة وجهة نظر وجهة نظر المواطن هطلع لك طلع أكبر شوي عشان تفهم القصة منذ أربع سنوات الوضع الاقتصادي كان شديد البقس مفيش بنوك هتسلفك دين داخلي وخارجي كبير الدولار بيتباع في السوق السوداء عجز موازنة ضخم جدا كان لابد من إيه أن أنت تروح لصندوق النقد الدولي صندوق النقد الدولي الحكومة راحت له قالت له أنا عايز أستلف منك 12 مليار دولار على 3 سنين كل سنة 4 مليار دولار عشان أغطي حجز الموازنة بتاعي أنت أساساً حطت مبلغ في صندوق النقد الدولي كل حكومة العالم حتى إرشين كل حكومة حسب مقدرتها صندوق النقد الدولي بيسمح لك أن أنت المبلغ اللي أنت حطه تقترد 3 أضعافه فلو حطت مليار دولار يبقى تاخد 3 مليار حطت 4 مليار دولار تاخد 12 مليار دولار المهم حال صندوق النقد الدولي لما الحكومة بتخبط عليه الباب بتقوله سلف لي إرشين يقول الله تفضلي يا حكومة كده وخلاص لا بيحط شروط من ضمن الشروط دي لكل حكومات العالم الثالث أو الدول النمية ومنها حكومتنا أو منها الدولة المصرية يقولك أول حاجة يروح دخلك كده على حاجة اسمها الدعم عايز نديلك فلوس لازم تبدأ ترفع الدعم تشيله مفيش حاجة اسمها دعم تبدأ تقلله هنا بيحصل صراع ما بين الحكومة وما بين صندوق النقد الدولي الصراع ده حصل حوالي كم مرة خلال الاربعين سنة اللي فاته كلما الحكومة المصرية تروح لصندوق النقد الدولي يفرض شروط بيحصل تفاوض آخر حاجة ما بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي عشان تدينا الاثناشر مليار دولار هو أن انت لازم تقلل الدعم فده حصل في الكهرباء حصل في البنزين وحصل في متر الأنفاء ماشي كده يبقى الحكومة بتطبق جزء من خطة الإصلاح اللي هي مضيها مع صندوق النقد الدولي ولا تستطيع أن تتراجع عنه حاخدك نقلة تانية من كام يوم في شرم الشيخ كان فيه مؤتمر عظيم كده حضروا ممثل للبنك الدولي في مصر وحضروا محافظ البنك المركزي الأستاذ طرق عامر وامبارح مثلا الأهرام كرمت الأستاذ طرق عامر محافظ البنك المركزي أول امبارحة وإداته لقب حاز على لقب أفضل محافظ بنك المركزي في الشرق الأوسط الخبراء شايفين كده شايفين أن الراجل ده عمل شغل طلع طرق عامر خطب وقال إيه إحنا عملنا الآتي عملنا احتياط نقضي خمسة واربعين مليار دولار عجز الموازنة تراجع الصادرات زادت الوردات قلت بقى فيه دولار وبقى فيه سوق واضربت السوق السوداء في الأسواق وبقينا اللبي كل الاحتياجات بتاعت السوق المحلي ده إنجاز حقائط الحكومة للأمان اقتصاديا هذا إنجاز حقائط الحكومة بس الحكومة وهي بتتعامل مع مواطنين ودي ملاحظة أنا قلتها لحكومة مهند الشريف إسماعيل في البرنامج ده أكتر من مرة قلت لها لو سمحت ما تتعامليش مع المية واربعة مليون مواطن إنهم مجرد أرقام لا دي حياة ناس ماشي على الأرض فأنت ما تقوليش إن أنا لو جيت رفعت سعر ده سكرت المتروجنيه فهعمل كذا مليار فكذا خلاص قللت العجز لا لازم تحسيب حساب المواطن البسيط تأثير ده عليه إيه وفي لفس الوقت لازم يبقى عندك قدرة على تسويق القرار بتاعك الحكومة بتتعامل معنا بكثير من الغشم السياسي كثير من الغشم إيه مفيش حنكة سياسية يعني مثلا فيه أراء لخبراء أرتعة في مسألة متر الأنفاء يقولك هو القرار الصح في التوقيت الخطأ طب ينفع يبقى رمضان الخميس الجاي بإزد الله كل سنة وحركه طيبين وإنتوا عارفين الناس والصهر واستخدام المواصلات ومتر الأنفاء وفيه زيادة فيه مصاريف هذا الشهر أروح واخد قرار رفع سعر دسكرة متر الأنفاء طب أجله شوية طب رحله طب الحكومة هي واخد القرار ده هي عارفة هتعمل إيه في شهر سبعة في البنزين والكهرباء طب لو هترفع أسعار البنزين والكهرباء ينفع يبقى قبلها بشهر رفع أسعار تذكر متر الأنفاء في حاجة هنا حكومة اسمها الموأمة السياسية ما هو الصح وما هو المناسب في السياسة في السياسة من ضمن علوم السياسة كده في باب كده اسمه القرار الصح والقرار المناسب الصح الصح إن انت كدكتور وجايلك المريض بيشرب علبة سجير يوميا ومريض تقول له وقف التدخين المناسب تقول له بقول لك ممنوع التدخين بس أنا ما قدرش أخذ لك القرار ده واقول لك وقفه فجأة حسمح لك باسجارة في اليوم تسمه القرار المناسب فالسياسة مش هي القرار الصح السياسة هي القرار المناسب والسياسي دائما يختار القرار المناسب لا يختار القرار الصح طيب تعال ناخد الكلام ده والروح لتذاكر متر الأنفاء الصح ترتفع أسعار تذاكر آآ متر الأنفاء ده الصح المناسب مش دلوقتي مش دلوقتي أو إن انت كنت تتمهيد لده أو إن انت تعمل عملية تسويق اشرح للناس إيه هو متر الأنفاء بيخذ نكمل يوم مواطن تكلفته إيه بعد التعويم طب أنا هقدم لك خدمات إيه لو انت رفعت التذاكر يعني مثلا ما ينفعش يطلع وزير النقل ويطلع تصريح خطير كده يروح قفلة ضبا مفتاح لن أتراجع عن قرار رفع سعر تذاكر متر الأنفاء لا دكتور هشام عرفات مع احترام الحضرتك ده قرار سياسي ده مش قرار بتاع حضرتك قرار رفع تذاكر متر الأنفاء هو قرار دولة مش قرار شخص بها لازم الحكومة تبقى عرفة ده طيب لو احنا عدنا قرار تذاكر متر الأنفاء هل انت يا حكومة في أول سبعة القادم هتروح يرفع لي أسعار القرار الكهرباء والبنزين طب هل ده عقل و هو ما ينفعش كله كده الصح ان اللي اتفقت فيه مع صندوق النقد الدولي تعمليه بس السياسة بتقولك ما تاخدش القرار الصح ليس القرار الصح هو دائما القرار الصائب في حاجة في السياسة اسمها القرار المناسب هل ده مناسب دلوقتي يعني ينفع وانا داخل على دخلة رمضان وعند مصاريف زيادة كمواطن ارفع تذاكر متر الأنفاء بتسألين على رأيي يا ستي انا مقتنع بزيادة طفيفة تعمليها في تذاكر متر الأنفاء بس انا مختلف بعاجي في التوقيت ما ينفعش الناس تفاجأ بهذا الشكل خلي بالك دي ازبة دلوقتي بين عدد من المواطنين مرتادي متر الأنفاء ركاب مع أحد وزراء حكومة مهند الشريف اسماعيل لسه من يومين كان فيه أزمة بين بعض السادة النواب في البرلمان وبعض السادة المواطنين أولياء الأمور مع السيد وزير التربية والتعليم دكتور طريق شوقي حول برنامجه الجديد لتطوير منظومة التعليم ما هو ما ينفعش حكومة تصطدم مع الرأي العام بشكل متتالي كده طيب تعالي يا حكومة وانت بترفعي أسعار تذكر متر والأنفاء قبلها بيومين طلعي خبر كده علاوة عشرة عشرين تلاتين في المية معرفش كام انا مش خبير الورق مش معايا والفلوس مش معايا الخزنة في جيب عمر الجرح وزير المالية وطريق عمر مع حفظ الألقاب هم اللي عارفين الإرشنات بتاعتك قد إيه طلعي قرار زي ده لما تيجي بعديها بيوم ترفعي أسعار تذكر متر الأنفاء الناس تبلحها أو رفعت تذكر متر الأنفاء من يومين تعالي بكرة طلعي تصريح علاوة مثلا للمواطنين غلاء معيشة خمستاشر في المية عشرين في المية وسوف تبحث الحكومة أن يتم تطبيق هذا القرار بتطبيق هذا القرار على العاملين في القطاع الخاص يبقى أنت عملت كده ارتياح في الرأي العام لكن المواطن هو ليه بعد المواطنين زعلانين من رفع أسعار تذكر متر الأنفاء لأنه هو شايف إنه مش دي نهاية وإنه في شهر سبع حاطت إيده على قلبه من رفع أسعار الطاقة الكهرباء والبنزين والسولر طيب عايزين حد يطلع يقول للناس يطمن الناس أنا شفت مثلا مهندس حشام عرفات وزير النقل في محطات متر الأنفاء لا ده أنا عايز حتى لو رئيس الوزراء لو ظروف الصحية تسمح يبقى حد قاعد بيكلم الناس مشكلتنا مع حكومة مهندس شريف إسماعيل إحنا عايزين حد يكلمنا عايزين حد يشرح لنا كمواطنين ربما لما أنت تشرح للصورة كاملة أبدأ قلت مثلك الأعذار لكن أنت خدت القرار وأنا نمت بالليل صحيته الصبح نزلت متر الأنفاء لقيت الأسعار في وش أنت عملتلي خضة عملتلي دربك الكلام اللي بيقوله مهندس شام عرفات بيقولك عشرة في المية بس هم من ركاب متر الأنفاء اللي بيركبوا الخط من أوله لآخره وهما دول اللي بيدفعوا السبعة جنيه طيب البقين طيب وسع شوية فيه الاشتراكات أنت قصراء على مين على الطلبة وعلى زيو الاحتياجات الخاصة وعلى أصحاب المعاشات طيب اديها للموظفين مثلا يعني اعملي حاجة بهذا الشكل لو حد جايب لك دخله ألفين جنيه فيما أقل أو تلات تلاف فيما أقل اعمل له اشتراك يعني أنت عليك أن أنت تحاول تبحث في القرار تحط نفسك مكان المواطن ما هو المواطن أنت تعملت معك رقم أنا بحبك يا حكومة بس حب للمواطن أكتر فأنا بقولك إيه أنت جاي علشان تديري أحوالنا مش جاية تعكنيني على مزاج المواطن مقدر إن لو متر الأنفاء استمر بهذا الشكل حيتوقف مش معترض أنا مسدق كلامك يا حكومة ده أنا هنا بتكلم بالسان المواطن بس تعالي ضبرها لي أنا هعمل إيه وهل ينفع بعد متر الأنفاء هتطلعيلي في شهر سبع بنزين وصلر وكهربا لا خلي بالك برضو إن كان حبيبك عسل ما تلحسوش كله انت شفطت المواطن مش لحستيه بس لا ده المواطن اتبالع كده لسان حال المواطن بيقول إيه هو أنا لك غلبان مفقير أنا اللي بدفع تكلفة الإصلاح ليه ما بيتفحاش الأغنياء يعني ليه ما بتزودوش الدرايب على الأغنية الحكومة تطلع ترد وتشرح للناس أنا مش متحدث رسمي بلسان الحكومة أنا بقول إيه لك يا حكومة لسان حال المواطن لسان حال المواطن بيقول مش أنت عملتوا إصلاح اقتصادي والحكومة فرحانة بالإنجازات اللي عملتها طب أنا ليه مش حاسس بيها كمواطن اطلع يقولي للمواطن هيحس بالتحسن الاقتصادي إمتى المواطن الشريك معاكي في البلد دي المواطن ابن البلد دي عايش فيها وميد فيها المواطن هو سيد البلد المواطن هو اللي قاعد انت يا حكومة مشيه انت يا حكومة مشيه النهاردة السيد وزير النقل على كرسيه بكرة وارد ما يبقاش على كرسيه يبقى وزير سابق وكذلك حال السيد رئيس الوزراء هي الدنيا كده اي مسئول قاعد على كرسيه النهاردة هو مش قاعد عليه بكرة بس اللي قاعد على كرسيه للأبد هو المواطن فانتوا عليكم انتوا تخطبوا الناس تكلموا الناس تشرحوا للناس مش تخلوا الناس تروح تصطدم مع موظف غلبان ليه انت لما تيجي تشرح لي وتفهمني تاتا تاتا حبة حبة وتقول لي انا رحت لصندوق النقد الدول عشان اجيب قرشين القرشين حطيلي عليها شروط كان حطت شارت رفع اسعار تذكر متر والانفاق انا اجلتها سنتين طيب يجي بقى المواطن يقولك طيب مش انت هترفع لخمسة جنيه مثلا بلاش السبعة جنيه خليها خمسة جنيه خلي السبعة بعد سنتين شفت حوار طيب اديني علاوة اديني علاوة يعني لما انت تعمل الحوار ده فالمواطن يحس ان هو شريك معاك لكن المواطن مش شغال عندك يا حكومة المواطن مش عبد وانت السيد ابدا اللغة دي خاطئة السياسة دي خاطئة انا دوري هنا ان انا قلبي على البلد قلبي على المواطن وعايزك كحكومة تنجاحي ما انا لو امام حكومة فشلة في حكومة فشلة بل بلد تقع لا انا عايز حكومة مهند الشريف اسماعيل تنجاح هي نجحت فيه ما يسمى بالاصلاح الاقتصاد بس فيه اسئلة عند المواطن لازم تجاوبيه عليه هل هو كل كم شهر هيفاجأ برفع للاسعار وتقليل الدعم طب ليه كده نلعبها وان انا الحق المواطن يديك ظهره يا حكومة فتروحي لسعاه ما ينفعش احنا مش قاعدين هنا قط وفار بالعجز طلع يقول للمواطن اشرحيله سيد رئيس الوزراء يعمل خطاب بكر الرأي العام انا مش عايز رئيس الجمهورية ده مش دور رئيس الجمهورية ده دور رئيس السلطة التنفيذية السيد رئيس الوزراء بصفته رئيس الحكوم يطلع يشرح للناس يقول والله كذا يطلع عدد من السادة نواب البرلمان يقوله يا اخواننا الناس مش هتتحمل كده طب ما تيجي يا حكومة نتفاوض على علاوة العلاوة تبقى كم في المية طب ندبرها منين حاجة بهذا الشكل ما هي السياسة عصى وجزرة السياسة خدوهات انما منفعش انت يا حكومة تغدي 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 والمواطن ادفع 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 ما ده لسنحة المواطن عايزاني النهاردة اضحك عليك يا حكومة واقولك انت عامل حاجة زي الفل وعظيمة عايزاني اطلع اقول للمواطن يا مواطن زي ما البعض طلع وقال بقولك ايه ما تحبت ربنا ده انت ارخص دسكارة متر وانفاق في العالم ده حقيقة بس هو اقل اجر في العالم ايضا وده من زنبك يا حكومة ده من الخمسينات هو اقل اجر ركبنا متر والانفاق في لندن بعشر استرليني عشر استرليني على مدار اليوم انت بتتكلم في كام ميتين وعشرين جنيه بس برضو علشان اكون عادل وانا قعد عالكرسي ده واحترم نفسي واحترمك يا حكومة واحترم المواطن لازم اشوف برضو دخل المواطن في بريطانيا قد ايه ماينفعش اقول اسعار تذاكر متر الانفاق في مصر هي الاقل في العالم وازكو اقول وايضا دخل المواطن في مصر هو من اقل الدخول في العالم ده انا لسه ايل من يومين ان الدكتور عمر الجرح وزير المالية ممثلا للحكومة المصرية بيعلن ان هناك خطة تنتهي في عشرين تلاتين تتحول فيها مصر من الدول الاقل دخلا الى الدول المتوسطة الدخول ده كلام حلو وانا بشجعك يا حكومة لما تاخد قرار بس انت في اللقطة دي قد يكون القرار هو القرار الصح او المناسب حتى بس في التوقيت الخطأ هنا بقى بتيجي حاجة اسمها السياسة لو الحكومة دي السياسية تلعب بالبضى والحجر فاكرين ايام الرئيس الاسبق حسني مبارك جات الحكومة في عهده قررت ايه رفع سعر البنزين من جنيه مية خمسة وسبعين ارش بزيلة تلو تسعين والحكومة راح تعمل على وثلاثين في المية هل انا بقول للحكومة عملي دلوقتي على وثلاثين في المية ربما الدراسات تقول ان ده يؤدي لمزيد من التضاخل بس بل ريء المواطن حسسيني في نفحة ماينفعشي انت دخل على جيبي على جيبي على جيبي شايلة 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 انا خلاص مديت ايدي في جيب اللي جنبي واللي جنبي مدي ايده في جيب اللي جنبه وهكذا القصة لا يمكن ان تستمر كده انا طالب بقى ان يبقى في حوار محترم ما بين السادة نواب البرلمان اللي بيمثله الشعب عن حق وفي عدد من السادة نواب افاضل يدار يتكلمه بلسان المواطن مع الحكومة ومش عايز التصريح بتاع السيد وزير النقل اللي بيقول فيه لن اتراجع عن قرار رفع اسعار تذكر متى الانفاق الامور مش خبط لازم انا مش مراتك عشان حلف علي يا يمين طلاق على الطلاق ما هو القرار ما هو راجع ابدا حضرتك موظف في درجة وزير انت تدور شؤوني كمواطن انا مش عبد وانت سيد بالعكس انت خادم لي ما الصورة دي لازم تبقى وصلة للحكومة هي مش فتوانة مش عافية ابدا بالحوار لما الرئيس السيسي طلع من سنتين ثلاثة ورفع سعر البنزين مرتين وقال سامحوني ما اقدرش الصورة قدامي لا يمكن تحملها طلع احترم الرأي العام خاطب الرأي العام هو اعلى سلطة في البلاد هو رئيس البلاد شرح الصورة للمواطن وقال له تحملني شوية مواطن عداها لكن انا مش عايزة المواطن عنده احساس انه لو غمض عينه شوية كده بص يترعب يلاقي الحكومة خطف عشرة جنيه من جيبه بحجة لا تذكر مترو كهرباء بنزين طب هل في المقابل الدخول زادت الدخول لم تزد الدخول لم تزد يعني ماهو ده ما ينفعش عشان كده انا بقو ناشد بقو ناشد الدكتور علي عبد العال ان يفتح حوار تحت قبة البرلمان حول مش حول بقى مترو الانفاء بس حول توجه الحكومة في شهر يوليو القادم هل هتقلل الدعم عن البنزين والكهرباء نشرح للناس الفكرة ان انا هيأ الرأي العام اخلي الرأي العام شريك معايا في القرار مش ان انا مرة واحدة بالشكل ده انا اعتقد ان رسلت واضحة ووصلت انا شرحت لك وجهة نظر الحكومة ممثلة في السيد وزير النقل اعايز يرفع الاسعار وشرحت الحكومة وجهة نظر وشرحت لك ما يتعلق بصندوق النقد الدولي لكن التصريحات عمتا الصادرة على لسان وزير النقل بصراحة يعني ما فيها السياسة ما فيها السياسة